السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب ده فيديو جديد آآ بنحل فيه مع بعض تدريبات كده على شابتر ون في زا بريزنر اوف زيندل طبعا احراس فينا الاحداث وفينا ازاي نرودولف راسندل دي سايديد قرر تترافل توروتانيا تؤتن زا كورونيشان عشان يحضر التتويق عرفنا ان هو راح باريس قابل اصحابه بعد كده وصل روتانيا وراح يا شباب زينده لما عرف انه اتمشى في الغابة على امل انه يقابل الملك وفعلا قابل سبت وفي الاخر قابل الملك في نهاية شابتر ون. عندنا سؤال بيوليا سنة ثالثة ايه هو المشترك في المظهر بين وبين هل هو الشعر الاسود ولا الشعر الاصفر ولا الشعر الاحمر طبعا احنا عرفنا ان رودولف في ملامح كده مشهورة للالف بيركس اللي هو الشعر الاحمر والانف المستقيم فهو مشترك معاهم في هو رودولف راسندل لسنة ثالثة اخبر عيلته ايه عن خططه للسفر طبعا هو كذب عليهم لو انت فاكر هل هو قال لهم ان هو ودأة تند هيحضر الكورونيشان لا طبعا ان هو هيزور باريس وهيقابل اصحابه ما قالش كده ان هو هيتمشى في جبال القلب هي دي الايجابة المظبوطة ان هو كذب وقال ان هو هيتمشى في جبال القلب والسير جاكوب ده سنة ثالثة هيبقى سفير بعد قد دي خدنا الشباب حاجة اسمع خلال فترة ستوشو بالاضافة الى الشكل مشوا شبه الملك في الشكل طب هو اش بو في اي تاني هما الاثنين مش ملوك، هما الاثنين بيحبوا حس سهلة. هما الاتنين بيحبوا القتال. هما الاتنين انجلش طبعا لا. هما الاتنين بيحبوا. لما بقولوا انت مش زي الملك. الملك عمدنا بحبش يعمل حاجة. قال لهم لا. انا كمان زيه. احنا الاتنين بنحب. الملك ما كانش راجل مقاتل. لانه كان بيفضل ايه? الفعل على الاكل. لا هو بيفضل. فضل انه يأكل على اي حاجة. مايكل كان هو دوق العاصمة. بس هو كان بيتمنى ان هو يكون ايه? طبعا يا جماعة بيكون يتمنى. زي نيو كينج الملك الجديد. هو مش عايز يبقى مجورة ديوك. هو عايز يبقى هو الملك الجديد. زي كينج وزي ستينج ان زندة الملك كان قاعد في زندة. ولكن ديوك مايكل كان في العاصمة. عشان اللي هو كان بيع مسعتها. لو انت فاكر هو عزمه ان هو يستريح. وكان هو عمال يستعده بيجاهز للتتويق. راسندل كذب على العلف. ان هو مش عامل ايه? ان هو جوتو الورتانيا. جوتو البيس. اه هو كذب مع ان هو ولا هيروح الالبس ولا هيقلف كتاب. فهو كذب عشان كده. يبقى يا جماعة كذب عشان الحتة ايه. تبقى اللي رأيي ميستر فيزرلي. ليه شباب مايكل سيم يبدو ان هو انجوي زا كرونيشان. ليه مايكل ديدنت سيم لا يبدو. ليه مايكل ما كانش مستمتع بالتتويق. لان احنا شباب هو عايز بهو الملك بنفسه. ازاي رودولف تصرف على نصيحة عمه? طبعا هو سمع كلام عمه. اربعة وعشرين ساعة في باريس. قال له انا عافك احنا نفهم بعض كويس. لان انت كنت اوفيسر زابط عند الملكة واحنا عند الملك. يبقى هما الشباب الاتنين اوفيسر فور زا كينج اند كوين. ولي رودولف قرر يتوقف في زندا. طبعا للي كون فنادي العاصمة كانت ممتلئة. هيروح هيعمل ايه موشف ان كل فنادي العاصمة كانت ممتلئة. الخبر اللي ساعد في اتخاذ قراره انه يزور روتانيا. طبعا اللي لا يساعده اكتر شباب ان روتانيا لأ طبعا. ان الملك روتانيا لأ طبعا. يبقى فينا يا جماعة انه هو هيبقى في حفلة تتويج الملك في ثلاثة اسابيع. زابور بيبول ان زا كابتال وونتد مايكل تو بيكم كينج بكوزي وونتد. هما ليه الناس الفقيرة عايزة مايكل يبقى هو الملك. طبعا هما الشباب عايزين سينجز تو تشينج. عايزين حاجات تتغير. عايزين حاجات انتوا بقى حسن. راسندل وزا ليتست وان اوف زا راسندلز تو هاف وان اوف زا روترانيا ريال فاميلي. هو راسندل اخر واحد في عيلة راسندل يبقى ليه المظهر بتاع عيلة الفابيركس. what did روبرت روبرت دل هو اخوه? هاف ونزا والز اوف زاوس. فاكنك حاطين صور لمين? بنتينج صور للكاونتس اميليا. كابنتينج اوف كاونتس اميليا ويهير ديسندنز احفادها. فلو حاطت صور للالفابيركس. صور لراسندلز. صور لاصحابه. صور اللي يبقى وحاط صور معها. هي خبك كاونتس اميليا دي من عيلة راسندلز واحفادها يبقى زيهم. عيلة روز غنية بقولك انه هما ايه? طبعا هما جماعة اقل اهمية زين راسندلز اقل اهمية من عيلة راسندلز. what does the king like most in his life? ايه اكتر حاجة الملك بحبها في حياته? هو اكتر حاجة بحبها الصيد والاكل الكويس. هو بحب hunting and good food. الملك بحب الصيد والاكل الكويس. رودولف راسندلز didn't want to search for a job because. هو رودولف راسندلز يا رجالة ما كانش عايز دور على الوظيفة ليه? because he was very rich and had good position in society. because it was difficult. because he was not able. لأ يبقى فعن جماعة هو كان غني. وعنده مكانة مهمة في المجتمع. راسندل didn't tell rose that he was going to visit her thania. because. ليه مارديش يقول لها ان هو رايح رو ثانية. لان طبعا يا جماعة هي ساعتها. she would think he was lazy ان هو لسه كسول. عشان كده مش عايز يقول لها. ولا he didn't want to take rose to go with him. طبعا يعني بص هو هنا في اجابتين ممكن يحسنهم اقربين من بعض. في عندي اجابة ان هو she would think هي هتقول ان هو انسان كسول. وان هو didn't like ما بيحبش tell people where he goes كسا. بس انا ما اقول هو لما قال له انا اقالف كتاب عشان ما تقولش ان هو كسول. انما ليه مارديش يبقى له تاني عشان ما بحبش يقول له الناس هو مسافر فيه. فدي الاجابة الاضاق طبعا. انما ليه مارديش يقول ان هو رايح يزور. وقال ان هو رايح يقالف كتاب عشان ما تقولش ان هو كسول. احيبا الحيط احنا قلناها بقى. هو قال لها ايه عشان ما تفتكرش ان هو كسول. قال لها يا شباب ان هو going to write a book رح يقالف كتاب عشان رحيلعب. عشان ما تفتكرش ان هو كسول. عن تشو عنيد دو مبان والنون مشروب حاكتين فاكرين الصروة والطموع. يبقى ويلس اند امبشن الصروة والطموع. وقت وز جوب ايه الوظيفة اللي روزة جماعة عرضتها على رودو الفرسندل. طبعا هي ايه تشتغل مع سفير. مش يشتغل سفير لا ده هو ودورك فور ان ان هو يشتغل فور امبسدور يشتغل مع سفير. انكل ويليم ادفايز راسندل تو. هو انكل ويليم يا شباب نصح راسندل يعمل ايه? طبعا نصح راسندل ان هو يقضي تيني توني فور اوارز ان باريس. ان هو يقضي اربعة وعشرين ساعة في باريس. انتوانيد دو مبان كيم تو باريس بيكوز شيوز اجيست اوف. هي انتوانيد دو مبان جات باريس لانها اضيفة عند مين? طبعا هي اضيفة عند دوك مايكل. في جيش الملكة. في جيش ملكة بريطانيا. كوينز ارم. لان هو يا شباب طبعا لان هو نسخة من ملك رورتانيا. لي ناس كتير بتعتبر ان الملك ده غريب طبعا يا جماعة لان هو قضى معظم حياته برا ترافلينج ابرود. يعني واحدة من السبب يخلي رودول فورسند ليقرر الروحة تانية. هل هو ويع في حب فلافيا? هل ان علته لها اقارب هناك? لان رودول في الخامس هيبقى الملك لان هو قدامه ستة اشهر. يبقى حيات يقع في حب فلافيا. يبقى هي يا جماعة مش سبب يخليه سافر رودالي. زين كيبر صاحبة الحانة كانت عايزة يكون هو الملك لان هو ايه? طبعا يا جماعة لان هو الراجل ده عارف مشاكلهم ومهتم بيهم في عز عشان كده. هو ما كتبش حاجة عن كتاب خالص عن موضوع المشاكل الاجتماعية بس هو كتب عن مغامرته تاني. ليه هي يا جماعة صاحبة الحانة دي مش بيهتمية او باللي بيحصل في العاصمة. لان هي طبعا يا شباب هي يعني عايزة اه ديوك مايكل هو اللي يبقى الملك. عشان كده مش فارقة معها قويان. ليه يوهان استيب باك ليه وهان تراجع في دهشة لما شاف راسندل. طبعا كلنا عارفين ليه لان طبعا راسندل لغد اكزاكلي لايك زا كينج لان هو يا شباب. هي صوت راسندل وزا كينج فور هز ريد هيل. زين كيبر said the duke and his brother couldn't be good friends because both of them هم الاثنين wanted to be a king. وين راسندل so the new king for the first time. طبعا لما راسندل جماعة عشاف الملك اول مرة يعني يعني هو كان مزهول لحضن الملك جيف قوت اده كده فقط ضحكة استبده ام طعنه لقى هو يا جماعة كان مزهول. هي كان اده سرخت دهشة مش ضحكة. لان جورج يبعايز روح معاه. لان هو منطق السير عسكري. لان هو دازنت وونت انتوانيت لأ. لان هو يا جماعة دازنت وونت مش عايز الاخبار توصل للصحف. يوهان ورودولف راسندل او يا جماعة قدم له خدمة لما هو عمل ايه? طبعا قدم له خدمة لما يعني انفايت هم دعاه. ان هو يقضي يوم التتويج عند his sister's house. وين راسندل كان طبعا لابسيه لبس الصي. زي ان اونر wanted the king to stay in the forest so that. ليه كده يا شباب? عشان مايكل هو اللي would become the king ان هو اللي يبقى الملك. كان موجود فين طبعا في الهانتنج لوج. في الهانتنج لوج في الغابر. يبقى دي كل اسئلة مهمة يا ابني الموجودة على يا رب تسفادوا من الفيديوهات دي.